المرافق أخي وزميني أبو مجتام نبيل نبيل رئيس مجلس كسرى اسميع المحترم رؤساء المجالس السابقين مدراء المدارس الأخ كبير مليا ممير المحاكم الترطية الحضور الكريم أعضاء ونواب مجلس يرك المحلي العائلتين الكريمتين عائلة أبو حمدي وعائلة سطار يا أبناء بلدي يرك الأعزاء أيها الجمع المبارك أيها الحفل الكريم يا أيتها الوجوه النيرة يا أيتها النفوس الطاهرة يا أول من قال العفو عند الله إن خير ما أستهل به هذه الزاعة المباركة واللحظة العاسمة البارقة في تاريخ هذا البلد الطيب هو قول الله عز وجل وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإحكي والإجوان صدق الله العظيم وقال رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصدق والصلاة إنها إصلاح ذات البيت وقال بعضهم وقال بعضهم ليس التسامح من ثمات لآمي إن التسامح شيما للنكرام يبقى التنادر للنفوس مذلة والصلح يبقى سيد الأحكام أيها السادة الكرام إن الإصلاح بين الناس عبادة عظيمة يحبها الله سبحانه وتعالى وإن نادينا الشريف العظيم يتشوأ إلى الصلح ويسعى له وينالي إليه فإن ثاني أعظم فضيلة من فضائل الخصار الحميدة بعد سبط اللسان وحبط الإخوان لأنه الكفيل الرحيل للنجاة من شر المبيقات إن بلدنا الطيب دخل قبل سنوات في نظمار شائد عانى منه أهل بلدنا الواجع شيبا وشبابا نساء وأطفال والكل بات ينتظر هذه اللحظة المباركة التي سعى لتحقيقها أهل الآي الخير والصلاح وكل أصحاب الزمائر الحية الذين يغارون على مصلحة القرية وأبنائها ونحن بدورنا كمجلس في هذا البلد الحي سعينا ولا نزال نسعى إلى تقديم كل ما بمسئنا من أجل نشر روح التآخي والمحروف والتسامح بين أبناء البلد الواحد وإبعاد الضغينة والحق والبغضاء من قلوب حكام قريةنا هذا الحبيب إنني إذا قصر اليوم بينكم يا أبناء قرية الأعزاء أشعب أشعب بكل فخر واعتزاز حين أرى هذه الوجوه الطيبة من عائلتي خطار وأبو حمي المتصالحتين ومن أبناء يبكى الشرفاء الذين اتسموا بسعيهم وتضحيتهم من أجل إصلاح ذات البيت يبكى التي زرعت بذور المحبة والتآخي ها هي اليوم تجمي ثمار التسامح والتصالح إخواني لا يقفى على أحد إن مجلس يركى يقوم في الآونة الأخيرة بمشاريع جمع لكنه وضع سلط أولوياته الاستثمار بالإنسان أولا وأخيرا من منطلق الإيمان أن لا تضحي بلد حاجب خذروا